أدلي ببياني الآن بصفتي ممثلاً لألبانيا شكراً لسيد يينكا على إحاطته حول التطورات الأخيرة في أوكرانيا أيها الزملاء فلنعد في الوقت في بداية الاجتياح واسع النطاق لأوكرانيا سارع الكريملين لإقناعي الناس بأن روسيا لا تود أن تحتل الأراضي الأوكرانية وأن التدخل العسكري يهدف فقط إلى نزع الطبع أو يركز فقط على البناء التحتية العسكرية وأن المدنيين يجب أن لا يخشوا شيئاً بعد 562 يوماً من حرب جارية ودامية نعرف أن كل شيء كان مجرد كذبة وأن الحقيقة القصوى قد كشفت هذا الموضوع نحن نعرف أن هدف روسيا كان في حرمان أوكرانيا من وجودها وعندما فشلت ركزت على المنطق الشكرية في أوكرانيا روسيا لم تتوقف عن قصف الأماكن المأهولة والمدنية بالصواريخ والمسيارات هناك بلدات ومدن كاملة أصبحت مجرد رماد حوالي 50% من البناء التحتية التي تولد الطاقة في أوكرانيا قد تدمرت وروسيا تقوم بالاعتداء على المرافق وصوامع الحبوب مساحات واسعة من المناطق الشرقية تحولت إلى الرمض بدلاً من نزع الطبع العسكري أصبحت روسيا أكبر راعي لجعل أوكرانيا أقوى مسلحة أكثر وذات معدات أفضل وبالنسبة إلى حماية المدنيين حوالي 10 ألاف أوكراني خسر حياته وتشرد الملايين داخل الدولة وألاف الأطفال قد تم ترحيلهم قصراً إلى روسيا وكما ذكر 16 طفلاً بما في ذلك طفلاً قتل بسبب اعتداء بالصاروخ على سوق في منطقة أوكرانيا نظراً إلى هذه الفوضى الكبيرة عاد الكراملين إلى دليله الأساسي قام باجتياح الأراضي أولاً من ثم جبر الأوكرانيين بالمغادرة وقام بمحاولة لتشريع هذا الاجتياح في سبتمبر العام المنصر مؤوى أربعين دولة في الجمعيات العام الأمم المتحدة قامت بإدانة الاستفتاءات غير المشروعة المزعومة التي تعقد في أوكرانيا وروسيا تقوم حالياً بعقد انتخابات غير مشروعة في هذه المتازق نفسها في أوكرانيا لدينا بعض الأسئلة البسيطة التي تدعو إلى أجوبة مباشرة تحت أي قسم من القانون الدولي قامت روسيا باحتلال جارتها أوكرانيا بموجب أي مادة من ميثاق الأمم المتحدة قامت روسيا بدم أراضي الدولة نفسها وكيف موقف الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن موكلة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصون السلم والألم الدوليين كيف إذن قامت بقتل المدنيين وارتكاب جرائم الأجوبة على هذه الأسئلة أساسية فهي ستحدد ما سيحصل في أوكرانيا وما سيحصل في أوروبا وفي العالم الذي نعيش فيه فإذا قبلنا أن القانون الدولي يمكن انتهاكه متى ما نريد وما بينيناه طوال سبعين عاما يمكن أن يهدم بيوم واحد فأن عالم الغد لن يستند إلى سيادة القانون بل إلى قانون وشريعة الغاب لا يمكن لأحد أن يعيش في منطقة فيها دولة تقوم بصرقة ممتلكاتكم وتهديد شعبكم إن مؤسسات الاتحاد الروسي لا شرعية لها على الأراضي الأوكرانية في القرم وزابوريجيا ودونسك ولوهانسك كل هذه التدابير غير المشروعة لن تغير الوضع هناك كل من يقوم بتنظيم الانتخابات المزعومة يقوم بارتكاب تدابير غير مشروعة ويوما ما سيتدم مساءلته تأمل روسيا أن يتم قبول سياستها بفرد الأمر الواقع وتدابيرها غير المشروعة لاغية وباطلة ولن يتم قبولها أبدا أيها الزملاء الحرب في أوكرانيا لحظة حاسمة ولو يمكن أن تصبح عادة يجب إنهاؤها لأنها مجرد طموح خطيرة فهذه الحرب تبعاتها عالمية على التاقة والإمدادات الغذائية وتعددية الأطراف والمؤسسات الدولية بما في ذلك هذا المجلس الذي أصبح غير فعال أكثر وأكثر نعد التأكد على دعوتنا لروسيا لوقف هذه الحرب والخوض في حوار للتوصل إلى حلول من خلال المفاوضات وليس بالقوة للعودة إلى اتفاقية الحبوب ووقف استخدام الأمن الغذائي كسلاح كلما سرع الكراملين لقبول أن هذه الحرب هي خطر يجب أن ينتهي كلما ستصبح الحالة أفضل لأوكرانيا والعالم النامي وأوروبا وكل المحتاجين وأيضا للروسيين ولمستقبلهم وشكرا ترجمة نانسي قنقر